فأنا الحقيقة باستغرب جدا من الكلام اللي بتقالي والكلام اللي بتبعتلي والتليفونات اللي بتجيلي ويعني خفة عن ايه؟ أخفة أو أنا لو حضراتكم طيب أتمنى أتمنى أن يكون هناك تعديل في مصار التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية علشان حضراتكم تشوفوا البيت الكبير هيعمل ايه؟ هعلق كهارب زي ما بيقولوا هنا يعني هعلق كل حاجة كل حاجة هعملها وأقول إن عندنا ولأن دي حقيقة لما يبقى عندك حكام من أفضل الحكام اللي موجودين أيوة عندك حكام من أفضل الحكام اللي موجودين ولكن ينقصهم بعض التدريب بعض السرامة بعض التطبيق القانون اللي يجب أن يتم تطبيقه في المباريات الرسمية سواء في دوري أو كاس أو كاس ربطة كل حاجة فليه ده ما هيحصلش خلال الفترة اللي جاية؟ على فكرة ده لسه بدري قوي عبل ما الدوري يرجع لسه بدري قوي عبل ما الدوري يرجع لكن أنا بتكلم لأن أنا بحب بلدي وبحب أشوف حكام بلدي في أفضل مكانة كان نفسي مبارح الكابتن جمال الغندور وهو بيتكلم عن كابتن أمين عمر يقول إن كابتن أمين عمر عمل مباراة مفاش غلطة زي اللي قبلها احنا اتكلمنا عن كابتن أمين في المباراة اللي قبلها الحقيقة أنا مش فاكر اللي قبلها كانت مباراة إيه لكن المباراة اللي قبلها لما حكم الكابتن أمين أشدنا وقلنا ده هو ده تقم التحكيم وعمل ومباراة رائعة وكل الكلام ده فليه حضرتك لما أنا أشدت ما قلت ليش مثلا إسلام والله إنت أشدت ونشكرك لكن لما قلت مباراة إن هو غير موفق يا نهر بيض يا مش عايز أقول لحضراتكم اللي بيحصل معايا من مباراة للنهاردة أنا ما بيفرقش معايا على فكرة اللي عايز يقول حاجة يقولها والعايز يعمل حاجة يعملها ولكن أنا في النهاية باستغرب جدا من أنا دلوقتي لما بطلع فيه ناس جدا تقولك إيه إسلام والله إيش شاطر ده وحش ما بحب يش عقد أتفرج عليه وفيه ناس تقولك إسلام كويس وما تفرج عليه هلنزعل من الناس اللي بتقول إسلام وحش أبدا كل واحد حر فالحقيقة أنا بستغرب جدا من ردود الأفعال اللي أنا بشوفها خلال هذه الفترة خلي اهدوا كده جماعة وخلوا الناس تشوف شغلها في كل مجال وإحنا لما نلاقي التحكيم المصري بياختو خطة جيدة هنسكت؟ لا هتلاقونا طلعين وبنتبل بقى جايبين طبلة وبنتبل إن التحكيم المصري ده أحسن حاجة في الدنيا لأنه يستحق الحقيقة لو كان ده بيحصل لكن طول ما انتوا بتعملوا حاجة غلط هطلع أقول معلش يا كابتال عصام هو ينفع أنت تطلع تبقى رئيس بعسة وفي نفس الوقت حضرتك مش عضو في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة يعني أنا معرفش عشان ما حدش يقول لي هل ينفع كابتال عصام الفتاحي بقى رئيس بعسة منتخب مصر للشباب وهو مش عضو في اتحاد كرة القدم وهو رئيس لجنة حكام هو كابتال عصام كان طولع رئيس للبعسة ورئيس لجنة الحكام وكان عضو في لجنة الحكام الخاصة باتحاد شمال أفريقيا وكان موجود هناك عشان يحاضر من كتر من كابتال عصام يعني والله أنا بتكلم بجد من كتر من كابتال عصام الفتاح يعني رجل محاضر كبير جدا وله ثقله في أفريقيا فمعرفش ليه ده لا ينتقل إلى الشكل المحلي يعني لكن الكابتال عصام واحد من أفضل الناس اللي بتحاضر في أفريقيا بدليل الاتحاد الأفريقي واخده في شمال أفريقيا عشان فكان موجود الكابتال عصام في بعسة في تونس أو في المغرب مش فاكر كلام ده من شهرين تقريبا كان رئيس بعسة ورئيس لجنة حكام وعضو لجنة حكام رئيسية في شمال أفريقيا وبيحاضر وكذا 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 فكان يعني إيه مدرس إنجليزي وفرنساوي وحساب لغات لما نشوف الدنيا هتبقى ماشي إزاي فالحقيقة أنا بشوف لا لو الأمور اتعدلت هقول أن في حاجات اتعدلت لو الأمور لم تنصلح هقول أن الحاجات الأمور لم تنصلح وحقولها بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوء اشتركوا في القناة